تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 715 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 220 طن أما في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 30 طن وفي مجال الحجب والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي لأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تمضبط 163 طن وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط 13 طن ومجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 13 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 452 قضية من بينها 167 قضية خبز ناقص الوزن و126 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تمضبط 13 قضية بمضبطات بلغت 249 طن ترجمة نانسي قنقر